السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور أحمد الدهشان رئيس الجامعية الطبية العمومية للتجدية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية بجامعة ألطنباش في اسطنبول النهاردة جاي أتكلم معاكم بشكل بسيط قوي عن القولون العصبي ما نيجي نتكلم عن القولون العصبي نقدر نقول بكل بساطة أنه هو وجع في البطن بصاحبه إمساك أو إسهال وإنتفاخات وفقدان للشاهية وقد يكون هناك بعض الأعراض الأخرى فقدان للشاهية هي اللي احنا أقولها هندهالكم في الحلقة بشكل بسيط بنده البيشنت أو بنده حاجة بتنظم حركة الأمعاء وبنعالج كل مشكلة على حدة دعالوا بقى نشوف الرشدة التالية رشدة رشدة علاج القولون العصبي ما نيجي نتكلم عن الرشدة فيه تلات حاجات أساسية بنده حاجة بتنظم حركة الأمعاء بنده حاجة للانتفاخات بنده حاجة للزغوطة وسوق الهضم والترجية فيه تلات أدوية بنكتبهم في البداية دي أغلب الأعراض اللي بشاك مستمر اللي بنقابلها في حالات القولون بنكتب الحاجات دي الأول قد يكون هناك أعراض أخرى قد يكون هناك فيه إسهال قد يكون فيه إمساك قد يكون حموضة قد يكون فيه فقدان للشاهية أيا كان الأعراض اللي موجودة هنعالج كل عرض على حدة على حسب اللي موجود عندنا بالظبط يعني مثلا هنكتب حاجة تنظم تنظيم حركة الأمعاء إيه بقى الحاجة اللي بتعملنا تنظيم لحركة الأمعاء اللايبراكس تابلت ده ناخد منه أرس تلات مرات يومي ده واحد تاني حاجة هناخد حاجة ليه الانتفاخات اللي هي يو كاربونا تابلت ده ناخد منه أرس مرتين يومي تالت حاجة هنا الانتفاخات هنا هناخد حاجة للزغطة والترجية والسوق الهض اللي هو بيرم بيران تابلت ده هناخد منه أرس تلات مرات يومي ببادية التلات حاجات أساسية اللي بنكتبهم بشكل أساسي في رشية تعلاج القولون لكن قد يكون عنده إسهال بقى يبقى أربعة لو عنده إسهال بنكتب ستريبتو تابلت ده هناخد منه أرس تلات مرات يومي خمسة لو عنده إمساك بناخد حاجة اسمها لكتيلوز لكتيلوز شراب ده بناخد منه ملعقة كبيرة تلات مرات يوميا بالنسبة لحالات المغص بناخد بسكوبان تابلت أرس تلات مرات يوميا لو عنده حموضة بناخد حاجة اسمها نيكسيام تابلت أربعين ميلي جرام ده بناخد منه أرس قبل ودبت الفطار لمدة شهرين لو عنده فقدان في الشهية آخر حاجة بقى بندي حاجة اسمها اسمها دايجستين تابلت ده أرس دايجستين تابلت ده أرس ثلاث مرات في اليوم قبل الأكل وبكده يا جماعين احنا حلينا كل المشاكل اللي من المحتمل تكون موجودة مع القولون العصر الثلاث حاجات الأساسية تنظيم حركة الأمعاء والانتفاخات نرجع كده مراجعة سريعة تنظيم حركة الأمعاء وده هيكون من خلال تابلت وده أرس بناخده ثلاث مرات يوميا يبقى ده كده تمام يبقى كده نظمنا حركة من خلال تابلت بناخد حاجة للانتفاخات اللي هو تابلت وده أرس مرتين يوميا بناخد حاجة للزغطة والترجيع وصول هضم اللي هو تابلت بناخد حاجة للإسهال اللي هو وده أرس ثلاث مرات يوميا بس ده في شرط المدة اسبوعين ده بالنسبة للإمساك بناخد شراب ده بناخد معلقة كبيرة تلات مرات يوميا بالنسبة لحالات المغس بناخد البسكوبان تابلت أرس تلات مرات يوميا بالنسبة للحمودة بناخد تابلت أربعين ميلي جرام بناخد أرس قبل علاج القولون العصبي تابلت حاجات الأساسية والأعراض إن كانت موجودة من دي سواء كان نسال أو امساك أو مغس على حسب الأعراض اشتركوا في القناة